السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا من الأخبار الفلكية عن انتقال المشتري لبرج الثور طبعا مساء يوم الثلاثة 16.05 وفي تمام الساعة 5.19 دقيقة مساء بتوقيت جرينج رح ينتقل الكوكب المشتري من برج الحمل لبرج الثور ورح يظل في حركة أمامية حتى الساعة 2.10 دقائق من عصر يوم 4.09 لا يبدأ بعملية التراجع حتى صباح آخر يوم في العام أي صباح يوم 31.12 بعدها بده يرجع للحركة الأمامية برضو في برج الثور ورح يظل في برج الثور حتى مساء يوم 25.05 بعدها يوم 25.05 بده ينتقل لبرج الجوزاء يعني سنة كاملة تقريبا رح يظل موجود في برج الثور ما بين حركة أمامية وما بين تراجعية في الحركة الأمامية بعطينا إيجابيات في الحركة التراجعية بنفقد الحضوض ما من راهن على حضوضنا نهائيا كوكب المشتري هو كوكب الحض ويعتبر في لغة الفلك هو السعد الأكبر هو اللي بيمنحنا الحكمة والكرم والسعادة والثراء والاعتداد بالنفس والتفاؤل والطموح والميل للسفر والاكتساب المعرفة والمرح والإبداع والنشاط ولكن لما بيشكل زوايا سلبية أو بصير منتحس بثقد إيجابيته ومنتحول إحنا من أشخاص مسالمين لأشخاص ديكتاتوريين نفرض سيطرتنا وسلطتنا على اللي حوالينا حتى بآراءنا وبتعزز عنا سلبية محبة الذات والأنا والغيرة أيضا طبعا بالنسبة لكوكب المشتري بانتقاله هاد رح يحمل معاه كثير من الطاقة الإيجابية والأخلاقية رغم إنه هو رح ينتقل وهو مشكل زوايا سلبية ما بينه ما بين بلوتو وما بينه ما بين المريخ وبما إنه المشتري رح ينتقل بوضعية سلبية معناته الضغط رح يكون أكبر على الأمور اللي هو رح ينتقل باتجاهها اللي هي طبعا الأمور اللي إلهي علاقة بالمال ليش؟ لأنه هو داخل على برج الثور برج الثور من ميزات أنه هو يتحكم بالسوق المالي يتحكم بالبنوك بالأسواق العالمية حتى على مستوى الأفراد والدول معناته خلال فترة مكوتو في برج الثور ما تتعجبوا إنها رح تكون بداية لابتكار أسليب جديد مالية أو تغيير عالمي على مستوى القوى المالي أو تحرر بعض الدول من القوى المهيمنة على السوق المالي وأيضا أنه في بداية العام أو في الربع الأول من العام القادم رح يعمل زاوية اقتران ما بينه ما بين أورانوس ولكن تواجد الكوكبين الآن اللي هو المشتري وأورانوس في برج الثور معناته رح تحمل الفترة القادمة كثير من المفاجآت وسيطرة ما بصر لمين رح تكون الله أعلم أما بعام مستوى الأفراد فهاي الفترة فترة فيها طاقة وإيجابية خلاقة وبرضو الحض والنظام العائلي والإنجازات بتلعب دور كبير فمنشعر بقوة الحض ومنشعر أن الحض بدأ يضحك إلنا ولكن بعد ما تنتهي الزوايا المتشكلة الأمور بتصير تصير معنا بطريق صحيح وخصوصا موليد برج الثور وبتسيطر على مشاعرنا وأحاسيسنا مشاعر إيجابية عالية أكثر المستفيدين مع برج الثور هم موليد الأبراج الترابية اللي هم العذراء والثور والجدي وأيضا عنا اللي هم موليد برج السرطان العقرب الحوت وأي شخص ولد في ساعة ميلاده كان المشتري موجود عنده في برج الثور وأيضا الأشخاص اللي في خارطتهم الفلكية بيكون برج الثور في أحد البروج اللي ذكرناها في العذراء في الجدي في السرطان في العقرب في الحوت أضعفهم هو يعني اللي بعطينا إيجابية ولكن شوي اللي بكون موجود عنده المشتري في العقرب بس بعطيه فرص على مستوى الارتباط زي ما رح نذكر بعد قليل طيب إيش التأثيرات على جميع الأبراج يا سعيد يا رب تعطينا أشياء إيجابية وتبعد عن السلبيات نهائيا خلينا شوي هيك نتفاعل طيب يا عمي أنا اليوم رح أعطيكو إيجابيات برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا هنا المشتري رح يدخل على بيت المال فعشان هيك هاي الفترة بتشهد أمور مالية عالية جدا فترة مليئة بالأرباح من مصادر مختلفة هاي فترة جيدة للتعامل مع البنوك مصارف القروض ترتيب ديون تحصيل ديون لا إلك ممكن يصلك مبلغ من المال من أشخاص بيعيشوا في خارج البلاد أو نوع من أنواع الدعم لإلك أو تبدأ بمشروع مالي وبرضو ممكن تبحث عن عمل وهاي الفترة الأنسب لإيجاد أي شيء بتحبه وبترضاه وطموح لإله ممكن تحصل من خلاله مال وخصوصا في الأفكار المالية والمشاريع ممكن تسدد بعض المستحقات أو الديون السابقة أو تنهي قرد أو التزام مالي عاطفتك برضو فترة فيها نوع من أنواع الهدوء والإنفعال على المستوى العاطفي ولكن أنه برضو العاطفي بتلعب دور طبيعتك بتصير مرحة أكثر وبتسيطر على المواقف بشكل كامل يعني في عندك إيجابيات كثيرة خلال الفترة القادمة هي بتقدر بتستغلها وتمشي باتجاهها أهم شيء إنك تنتبه في لحظة الزوايا السلبية إنك ما تتهور بالمغامرات المالية برج الثور بالنسبة لمواليد برج الثور طبعا أنتوا أكثر الأشخاص اللي بيستفيدوا لأنه المشتري رح يدخل لبرجكم وما بتكرار هذا الموضوع إلا كل 12 سنة يعني بدك ترجع أنت قبل 12 سنة كيف كان وضعك يعني كيف كان لما كان المشتري موجود عندك راجح حالك شوف شو المكاسب اللي أنت كسبتها شو الأحداث الإيجابية اللي صارت معك في حياتك بتعرف إنه السنة هاي شبيهة لإلها ولكن ممكن تتغير الآلية ممكن تجد نفسك مسؤول عن كل شيء حولك بتحاول إنك بتضع قوانين فعالة تستعيد نشاطك فرصك للأرباح المالية بتصير أكبر يعني ممكن إذا كنت مقدم على افتتاح مشروع جديد الفترة هاي تنجح ولكن من السلبيات إنك بتميل للإسراف والبذخ والتبذير أحيانا صحيا تجد إنك في هاي الفترة في أفضل حالاتك تتحسن الأوضاع الصحية عندك بشكل جيد ممكن تنتهي من أعراض سابقة أو تحاول إنك تبدأ فترة فيها نوع من أنواع النقاهة والرفاهية عاطفيا بتكون من أجمل الفترات اللي بتشهد هذا العام لا سيما في الأشهر الأولى اللي هي قبل عملية التراجع لا تعزيز علاقاتك بشريك العاطفة لا بدأ بعلاقة جديدة إنجاز بعض الأعمال اللي كان صعب إنك تنجيزها بالفترة الماضية نهاء دراسة مثلا دخول زواج معين فرحة بمولود جديد يعني كل الأمور بكل الاتجاهات اللي ممكن تجيب لك فرح معناته السنهاية فيها خير كتير لإلك لازم تستغلها وتتحرك عشان تستغلها برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا هنا وجود المشتري في بيت المتاعب مش رح يجيب لك متاعب هو موجود في بيت المتاعب ولكنه بيحمل لك كثير من الوعود والارتباط والتعاقد وخصوصا مع المؤسسات الدولية أو مع مؤسسات حكومية كبيرة أو مع شركات كبيرة أو ممكن تبدأ بعمل ذو قيمة عالية جدا بتحل كثير من المشاكل القانونية العالقة مساجين ممكن يتحرروا أو تنتهي محكميتهم يعني أمور لها علاقة بمريض ممكن يبدأ يتعافى عليك الانتباه بشكل قليل بس على صحتك من بعض الأمراض الطارئة ما رح يكون فيها خطر كبير ولكن حاول أنك ما تبالغ بردات فعلك بدك تنتهي به من الأماكن المجهولة يعني حاول أنك ما تخاطر وتغامر عاطفيا نفسك تعيش حالة مستقرة ولكن للأسف رح يكون في بعض التناقض الواضح في طبيعتك اللي ممكن شوية تحبه ممكن تبطل ممكن غيور وانفعالي وممكن مستقر وواضح عشان هيك ما تعتمد كثير على ردات فعلك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا المشتري رح يكون في بيت الأصدقاء فعشان هيك رح يفتح أمامك كثير من الفرص الحقيقية اللي رح تشعر فيها بقوة الصداقة وتأثيرها في حياتك وأيضا على العلاقات الاجتماعية والأشخاص ذو المناصب ممكن تتعرف على أشخاص جدد ممكن هذول الأشخاص يدعموك بأشياء جديدة أو بأشياء ما كنت تتوقعها خلال هذا العام القادم بتجمع حولك كثير من الأنصار العملاء اللي بيدعموا مشروعك أو أفكارك الخاصة بيقف حولك كثير من المقربين اللي بيساعدوك بتكتشف خلال هاي الفترة أصدقاء حقيقيين أو جدد بيثبتوا جدارتهم في حياتك عاطفيا بتعيش أجواء حميمية عالية جدا برفقة شريك العاطفة وبرضو بكثير من موليد برج السرطان ممكن يرتبطوا بزواج تقليدي من خلال مناسبات اجتماعية أو من خلال أفراح يعني وحدة برج السرطان تروح على فرح مثلا وتكون فاقد الأمل بالارتباط ولكن تلفت انتباه ناس موجودين بالفرح فيجوا يطلبوا إيدها هيك يعني ده تكون أو بعض موليد برج السرطان ممكن يكون عندهم فرصة مع الحب ولكن عليهم أنهم يكونوا مستعدين لإلها بشكل جيد برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا هنا رح يكون في بيت المناصب في بيت السمعة في بيتك العاشر فهنا المشتري في بيت الترقيات والإنجازات الاجتماعية والعملية وبرضو تحمل لك هاي الفترة كثير من المفاجآت السارة ممكن يُعرض عليك منصب جديد أو ترقي أو إدارة مشروع أو مؤسسة أو تنشهر يصير لك شهرة عالية جدا هاي الفترة يعني ممكن تكون شخص قادر على إدارة وتخطيط كثير من الأمور برضو ممكن تحصل على كثير من الأرباح اللي ما كنت تحسب لها أي حساب ولكن بالمقابل بدك تنتبه من الإشاعات اللي ممكن اطالك من أشخاص ممكن من الغير والحسد يحاولوا شوه سمعتك وبرضو انت ما تبادر بأي عمل ممكن يشوه سمعتك اللي كانوا يعانوا من أشياء إلها علاقة بهذا الموضوع وشوه سمعتهم بالفترة الماضية أو إشاعات كانت بطالهم فممكن خلال الفترة هاي تتساقط وتروح وتنتهي وكأنه ما فيه ولا شيء عاطفيا رح تسعد بأخبار سارة بتتعلق بشريك العاطفة وبعد موليد برج الأسد ممكن يرطبته بأشخاص ذو منصب برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا كل التعطيلات والعرقي اللي عنيت منها في الفترات الماضية اللي بتتعلق بمعاملات إلها علاقة بالسفر إلها علاقات بالأجانب إلها علاقات بالدراسات الجامعية أو الانتقال من بلد لآخر الهجرة يعني أو من الدراسات العليا والأكاديمية اللي هي الجامعية أو ما بعد الثانوية العامة بتبدأ تتلاشى شيئا بتعم فترة من الراحة والإنجاز الكبير بتشهد مجموعة من العلاقات المهمة بالفترة القادمة مع أصدقاء أو أشخاص بقيم خارج البلاد برضو على مستوى التجارة فترة مهمة جدا للتبادل التجاري والاستراد والتصدير وإعادة الأمور لنصابها الصحيح عاطفيا بتجد شريكك العاطفي يعني بحيطك بكل الرعاية والاهتمام وبتقضي وقت ممتع فرصة عالية جدا لبعض موليد برج العدراء للارتبار بأشخاص يا خارج البلاد يا أجانب وبرضو جيد على مستوى القضايا القضائية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا هنا المشتري رح يكون يعني في مكان قوي بالنسبة لإلك اللي هو البيت الثامن فعشان هيك ممكن تنهي كل شيء بيعيق رغباتك في البيع في الشراء في نقل الملكيات عندك أشياء ممتلكات مش عارفة بيعها شقة مثلا مش عارفة بيعها أرض أشياء من هذا القبيل وهي الفترة برضو اللي مشى أو بده يمشي بقضية فهذا وقت مناسب لإلها فترة مناسبة برضو لحل مشاكل بتتعلق بإرث كانت عالقة أو بممكن تحل بعض المشاكل المالية اللي بتتعلق بالقروض والبنوك في أضواء من نوع خاص راح تتسلط عليك خلال الفترة القادمة حاول أنك تستفيد من علاقاتك بأصدقائك والمقربين ممكن تحقق إنجاز أو مشروع عاطفيا بيت لا شاء انفعالك السابق شيئا فشيئا وبتجد نفسك بتحظى بالقليل من الهدوء والعاطفة عموما في أمور إلها علاقة بالممتلكات يعني ممكن يكون إشي إلو علاقة ببيت أو إشي إلو علاقة بتروي بتجيك أنت ما بتعرف كيف بتجيك بشكل مفاجئ برج العقرب بالنسبة لما ولد برج العقرب طبعا المشتري رح يكون في بيت الشراكي مقابلك تماما وعادة أي كوكب مقابلك بعطيك إيجابيات ولكن بالمقابل بسحب من بعض الطاقات اللي عندك مما أنه المشتري رح يدخل على بيت الشراكي فعشان هيك هذا رح يجعلك تفكر بشكل أكبر وأوضح وتحصل تصحح أخطاء سابقة وبتظهر شخص بميلة تنظيم نوعا ما غير اللي كان فوضوي بالفترة الماضية يعني بتصير منظم أكثر الكثير من العثرات اللي وقعت فيها بالفترة الماضية أو بالسنوات الماضية بتصير عبارة عن الدروس بالنسبة لإلك مهمة عليك أنك تعرفها تتجاوزها عشان يعني بدك تعيد حساباتك في علاقاتك وخصوصا الأمور اللي إلها علاقة بالشراكة المختلفة واللي هي شراكات المالية والعاطفية أهم إشي أنه الفترة هاي فيها كثير من الأشياء اللي رح تغير مسار حياتك بإمكانك أنك تضع النقاط على الحروف خلال هاي الفترة والتفكير ماليا في فتح صفحة جديدة بعيدة عن الفوضى ممكن تبدأ بعلاقة عاطفية جامحة وقوية وتتطور بسرعة هائلة جدا للارتباط خلال أي السنة ولكن مش خلال فترة تراجع المشتري برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس طبعا القمر المشتري رح يدخل على بيت الصحة وبيت العمل بالنسبة لإلك فكل شيء عانيت منه بيتعلق بأمورك الصحية وآلامك وآزماتك حتى على مستوى العمل تبدأ تزول تدريجيا بتعود لنشاطك الصابق المعهود هاي فترة بإمكانك إنك توضع الخطوط الأولى لمشروع أنت بتصبه لإلو أو بدك تتحرك باتجاهه بتلم شتات أفكارك بتتخلص من الفوضى اللي كنت تعاني منها خلال الفترة السابقة بتجد في نفسك رغب كبير للعمل وإنجاز كثير من الأعمال اللي تراكمت عندك كثير من موليد برج القوس اللي ما كانوا واجدين أو ما كان عندهم عمل بالفترة السابقة ممكن يبدأوا بعمل جديد أو مشروع جديد صحيا الأمور الصحية بتبدأ بالتحسن بشكل جيد وعاطفيا يعني شوي بتعيش أجواء عاطفية حميمية لأن المشتري كان في البيت الخامس فبنقل شحنة من العواطف معه طبعا اللي بدأوا بعلاقات عاطفية بفترة وجوده بالحمل ولكن اللي ما وجدوا علاقاتهم العاطفية بتكون من خلال عملهم وعلاقاتهم مع زملائهم بالعمل بعض موليد برج القوس ممكن يرطبته بزميل بتعيش حالة يعني شوي في بعض الأوقات فيها عدم استقرار بتميل فيها للتغيير برضو برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بالبيت الخامس رح يكون موجود وتعتبر هاي فترة من أجمل الفترات وخصوصا لما يكون المشتري مش مشكل زوايا سلبية وأيضا ما بيتراجع فرح تمر عليك خلال هاي السنة كثير من الأوقات المفاجئة فإذا عرفت كيف تستغل الفرص معناته رح تكون كسبت كثير الحظ رح يقف لجانبك بقوة في أكثر من موقف صحيا عمليا ماليا تجد نفسك مندفع للترفيه عن النفس لحضور الحفلات لأجواء الفرح التجميل عاطفيا بتكون فترة جيدة لتعزيز علاقاتك بالشريك تصحيح مسارها مصالحات علاقة عاطفية جديدة مولودة جديد يعني في أفراح كثيرة رح تدخل لحياتك أو ممكن تفرح في أحد أبنائك أنك تزوجه مثلا ممكن تبحث عن علاقة عاطفية وتكون يعني تجد مبتغاك أو تركز على الأمور الحضوض بتدعمك بشكل كبير يعني بمعنى آخر ولكن في أوقات تراجع المشتري بذلك تكون حذر من الخلافات مع الأحبة بورج الدلو بالنسبة لموليد بورج الدلو طبعا هنا رح يكون التركيز على البيت الرابع بيت البيت العائلة العقارات فرح تشعر أنه علاقاتك مع المسؤولين بدأت تأخذ مسارها الصحيح وبتجد أنه في حالة من التفاهم والتقارب مع زملاء العمل الكثير من الأخطاء اللي وقعت فيها خلال الفترة السابقة رح تجد لها حلول فعالة ممكن يعرض عليك عروض مهمة وبرضو فرصة مهمة خصوصا في الفترة الباقية من السنة اللي قبل عملية التراجع عاطفيا ممكن يتعيد التفكير ماليا في علاقاتك العاطفية الأشخاص اللي بيبحثوا عن علاقات ممكن في علاقة بتلوح بالأفق القريب بالنسبة لكم في أمور أخرى الأشخاص اللي بيشتغلوا بالعقارات أو بمجال العقارات رح يستفيدوا بشكل كامل أشخاص من موليد برج الدلو المقيمين خارج الوطنهم ممكن يرجعوا لوطنهم ويقرروا الاستقرار في بيتهم في عائلتهم يعني في كثير من الأحداث رح تكون مميزة حتى الأفراح اللي لها علاقة بالبيت والعائلة أو شراء بيت جديد أو عقار جديد برضو بتكون مطروحة خلال هذا العام برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا هنا المشتري رح يكون في البيت الثالث لا إلكم وهي تعتبر من أفضل الفترات أو السنوات للتواصل الفعال وتنظيم الأمور وإدارة المشاريع الكثير من الاتصالات ذات القيمة بتعود عليك بالنفع والفائدة عندك قدرة على التحرك والتنقل بكل الاتجاهات فترة مفرحة كثير من الأشخاص من موليد برج الحوت رح يتنقلوا ويسافروا بشكل كبير فترة مهمة للطلاب وخصوصا في المرحلة ما قبل الجامعية والثانوية والأمور المدرسية بيقدروا ينظموا أمورهم دراسيا وكثير منهم ويكن ينجحوا إذا نظموا الأمور قدرة الاستيعاب بتصير عالية بيستفيدوا التجار في عمليات التبادل التجاري لهم اللي عندهم تجارة محلية أيضا اللي بيشتغلوا في مجال تجارة بالسيارات بالإلكترونيات بالفن هدولا عندهم قدرة عالية جدا على الاستفادة اللي بيشتغلوا في مجال التسويق أيضا لأنه قدرة الإقناع والتسويق للسلع والأفكار ممتازة عندهم فبيحققوا نجاحا كبير عاطفيا بتشهد هاي الفترة فترة مريحة نوعا ما مع العلاقات مع الشريك العاطفي برضو علاقاتك مع الإخوة مع الجيران ودعم منهم برضو بصير في أشخاص بيحاولوا يتقربوا منك وهذا شيء رح يجعلك مليء بالسعادة أكثر فأكثر يعني عندك كثير من المخططات والخطط اللي رح تكون لصالحك طيب هيك خلصنا إذا عجبك المحتوى لايك ما عجبك المحتوى ديس لايك إذا أنت بتتابعنا جديد اشترك إذا أنت مشترك و إلغي اشتراك يعني سووا اللي بدكم يا فيه كبسات تحت كبسة اللي بدكم يا الله يرضى عليكم هيك بنكون انتهينا من أخبارنا الفلكية ونسأل الله إنه كل الخير يصيبكم والشر يبعد عنكم وربنا يبعد عنكم إن شاء الله وفي النهاية منول والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر